بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبك وطلبات الصف الثالث السلوي إن شاء الله النهاردة نحل مجموعة وصائق وامتحان على الدرس الثالث من الوحدة الأولى هنبدأ دلوقتي بأول وثيقة بعنوان في ليه تونسبورد ريفري بوركوا يعني ما هي رياضتك المفضلة ولماذا هنا مجموعة من الأشخاص هيجاوبوا على السؤال أول واحد جان من سبورد يريفريه لفوتبول رياضتي المفضلة هي كرة القدم جيمس سبورد أحب هذه الرياضة دبوي من الفانس منذ طفولاتي بارسكو جسوي دين فامي لأنني من أسرة وليفوتبول حيث كرة القدم طائم بلاس تري امبورتان لها مكانة مهمة جدا أول إفي بالواقع من بير أو في الحقيقة وليدي أي تام أمترينير مدرب دون زان كليب تري كنو في نادي فشور ومعروف رومان يولي باق من سبورد يريفريه لباسكتبول رياضات المفضلة هي كرة القدم هي كرة السلة جيمس سبورد أحب هذه الرياضة بارسكو جسوي لأنني أتو أعلي هنا لاباسيانس السابر لكوبيراسيون والتعاون جي جو باسكتبول دي بوي سانك يعني أنا ألعب كرة السلة منذ خمس سنوات جي ماميوز بوكو أتسلى جيدا عندما ألعب مفريقي بوكليب النادي مارتين بيقولي باق جادور لو كيك بوكسينج أنا ألعب بالملاكمة سيتانيس بوركستريم إنها رياضة خطيرة الفو أبوار يجب يجب أن يطول لك سمات جسمانية جيدة اي اتر كورجي وتكون شباع رولاند إذا جي براتيك لانتاسيون أنا أمارس السباح على بوكس الملاكمة لكورس سور سان متر السباح لمدة لي مسابت نات متر أو دوسان متر ومسابت متين متر ميموني سبور بريفري لك رياضة المفضلة سي لبلونجي يلغطس الأسئلة بتاعت الوثيقة الأولى بتقول رقم واحد جون ايم لفوطبول جون بيحب بوكورة القدم كار كلمة كار يعني لأن سي تاني سبور كار منها رياضة هادئة والا تلت سمامي كل اسراتي سانترس السبور هي الإجابة رقم بي اتنين اللو بير دو جون فالجون يكون باسكتير لعب سلة بوكسير لعب ملاكمة انترينير مدربية دي رقم ثلاثة اللو باسكت نو أبرون السلة تعلمون ايه طبعا اللي فو لكوبيراسيون الصدر بعدك كوبيراسيون لالتعاون رقم أربعة بور براتيكي لكيك بوكسينج عشان تمارس الملاكمة اندوى شخصي يجب علينا ان يكون ايه اتر مسكلي خمسة ايه فاسيوني دو فوتبول اللي شاغو بكرة القدم طبعا هو جان رقم ستة ايه لزبور بريفري دو رولاند ايه طبعا اله لبولانج اللي ياردو دو الغدس اتنين على الوثيقة تانية وهي عبارة عن هنشوف دلواتي ثلاث أشخاص تامي وبولين وماتيل تامي بتقول إباء صالي اتوس أهلا بالجمية أنا سوف أرحل لكي أمارس تزلق القليل لا ثمان بروشان الاسبوع القر جي دوز اوبسيون أنا عندي هنا اوبسيون يعني عرضين اتنين تيني ودي اسم مدينة وفالديزير ودي اسم مدينة اخرى مع مجموعة مكوناة من 25 ا 30 اي المجموعة يتراوح عمرها من 25 ل 30 عام راكن تيم وا احكوا لي خبراتكم سي البو بله لو سمعت هنا بولين وماتيل دا يرد عليها بولين بتقولها بونجور صباح الخير تدوى لأفالديزير يجب ان تزابي إلى فالديزير إنه مكان رائع كل الانشطة الرياضية هناك مجانا دابور اولا لومتان في الصباح نقوم بحصص سكي تزلق على الجليل بعد ذلك بعد الضوار نجو ونلعب كرة طيرة اضافة لذلك هناك الكثير في الطبيعة ماتيل تقولها سوبير رائع تي بار كونز هترحلي امتا جيب ريفير فالديزير أنا أفضل فالديزير بورس كي من أجل التزلق مباروند ونمارس الأنشطة معاً طليق سلام لا سألة رقم واحد هنا وفيردوسكي سوف تمارس التزلج لسومان بروشان طبعاً هنا بولين ولا كامي ناسم طبعاً دي رقم تمانية كل الأنشطة الرياضية قالت إن هي مجاناً جراتوية أما بيدي مدفوعة الأجل شير غالية بولمار شير خيس كامي فا بارتير كامي سوف تغادر طبعاً مع مجموعة في بعد كده رقم أربعة كامي دي ماندا أبولين اي ما تيلد لير أفي سور يعني طلبة منهم رأيهم في إيه لليو المكان حيثو تمارس في التزلج في بعد كده اقام حداش لبارون دي دو ماتيل دي بول أتني يذهبوا إلى تني شاك أمني كل سنة آخر جملة لبيرسون أشخاص كامي سوف تغادر طبعاً مع كامي ان بيتت ربما يكون عمرهم هي ألف من خمسة وعشرين لثلاثين كان عندنا فان ويت يعني تمانية وعشرين في عندنا وسيقة كمان خاصة بطلاب الأزهر الشريف الوسيقة بي عبارة عن محادسة ما بين جورناليست وفليب جورناليست بول ميسيو يا سيدي مارس أني رياضة فليب قال له جيني في بادوسبورد أنا لا أمارس أي رياضة مارس رياضة خالص صاحبي أبل واحد الثاني قال له كيليزبورد أي رياضة تمارس حضرتك لك قال له أنا أحب الرياضات التي تلعب بالهواء الطلب لوسكي التزلج على الجليد لوبيلور ركوب الدراجات إلى رندوني المشي في الجبل صاحبي أبل برضو تميز وقال له بونجور ميسيو صباح الخير يا سيدي بوبرة كيليزبورد هل تمارس رياضة قال له آه نعم ينصير أكيد جيني في انت سبورد دي كيف أنا أمارس رياضات اللي فيها فريق زي بسكتبول سلة هاندبول كرة اليد فليبول كرة الهي الطائرة جورناليست أبل أخير وقال له بي وقال له إيبو ميسيو وحضرتك يا سيدي قال له مو لو كرة ت سي ما بسيو الكرة ت طبعا بيانه شغفه وهواية السؤال أولاني سي برسون بارل الأشخاص بيتكلموا عن إيه يا جماعة طبعا رقم ب براتيكي هنا لك في لك ده بيمارس إيه وقال له بون هو سكي تزلق على الجليل ثلاث لك براتيكي لس بورد طبعا بيحب بيمارس هذه الرياضة بإيه اللي أم بلان إير يعني في الأواق الطلب تيميز إيم لس بورد تيميز بيحب بيحب الرياضة طبعا كولكتيف الجماعية اللي فيها فريق رقم خمسة لباسيون ديو بي طبعا قال لي الكرة تي آخر حاجة نيبا سبورتيف هو اللي هو ما هوش رياضي خالص هو مين فيليب اللي هو سأله أول واحد في وثيقة بعد كده بيقول لي كالس بورد بور كالس بورد بورد كالأج أي رياضة لأي سن بوز أبي موان دو كارونت آن يعني حضرتك عندك أقل من أربعين سنة كلس بورد سن بورد بو جميع الألعاب الرياضية موفي غيدة لك بو موفي فرد دو لسكالات من كتو مارس تسلق القيبال دو لانتاسيون والسباحة دو تينيس دو سكي التسلق على القليل دو دلتابلان اللي هو الطيران الشراي دو كانيونينج دو بادمينطول واتينيس الريش يعني جميع الألعاب متاحة للي هو أقل من أربعين سنة أبوز بي انتر كارونت إيه سن كنت قال لو انت أمرك يتراح بين الاربعين والخمسين وبي فرد دو لانتاسيوم كتمارس السباحة إيه كمان دو سكي التزلق على الجليل دو بلو ركوب الدراجات دو لمارش الماشية ودو تينيس أو لعب التينيس أقل من انتر سن كنت إيه سواصن لأمرك بين الخمسين والستين وبي براتيكية تقدر تمارس كلك سبورت بعض الرياضات زي ناتاسيوم السباحة بلو ركوب الدراجات مارش والماشية أما بقى بلو زا لأمرك فوق الستين سنة وبي فير دو ناتاسيوم قم بتمارس السباحة دو المارش الماش دو بلور وكوب الدراجة دو الجيمناستيك والرياضة المدنية في عندي دلوقتي سؤال صحر غلط مدخص طبعا بطلاب الأزهر خموا سي أون أ موان دو كارونت لو الشخص عنده أقل من أربعين أون بو براتيكي كل سبور ممكن يمارس كل الرياضة طبعا صحر الأزهر 250 وبي سنة الخمسين أون بو فر دو دو التبلين يعني الشخص يمارس أطير انشراع طبعا دين اي كل لان دو رياضة خطيرة ثلاثة الأزهر 55 وبي عمر الخمس وخمسين أون بو براتيكي لو بلو صح على جنو 60 وبي عمر السبعين أون بو فر دو سكي على موم تاني دي طبعا رقم اي أربع الإقابة طبعا فور لانتاسيون يتاني سبور كنفناب السباحة رياضة مناسبة بور تولي زاج لقبي الأعمار لقبي بري وني بو بفير دو كان يوني لان استطيع وبر الو دي ال 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 في سن الثلاثة لقبي خطأ لان استطيع نقال سؤال مواقف السؤال الأولاني تيت انفورم أنت تستالم يغلير عن وقت المباراة هتقول ايه اقول طبعا الأولانية اكل متى تبدأ المباراة اثنين في ديماندا انكوبانبور كوائل باوكليب انت تسأل زميلك ليه بيروح النادي هو يقول لك بور دو سبور رقم دي بكي يمارس رياضة ثلاثة انكوباند زميلك يسألك في اي شي تستخدم لبور دوفير الكرات الحديدية هترد عليه وتقول رقم سي اجوي الابي تانك ليه بالكرة الحديد اربعة تدي ماندا تسأل صديق لسبور كسترين الرياضات الخطرة دي سي كوائية ايه هو هيقول على طول سي سبور رياضات دي سبور دانجوري الاولى بعد كده خمسة تدي ماندا تسأل صديق رياضات الكلاسيكية المفضلة هو هيقول جادور لوتينيس اللي يرقم بي المغو رقم الست تدي ماندا تنمي صنع بي تسأل صديق عن رأي في التنس هو هيقول لوتينيس رقم سي سيمبا لطيف رياضة جميلة ولطيف المغو السعبات تأكسب أنت تقبل اين برو برو بوزيسيون عرض مجاب العرض هقول ايه سوفير رائع سيتين بور إدي تمانية المدرب يواجه أوامر للعيبة هيقول لهم ايه ريزبك ته احترمو خطة اللعب المغو التاسع تناميت وديمان صعب بيسألك لسي كويب ماندي عن المعدات المطلوبة بور براتي كيلي جدو شاند أمارس لعبة الجدو طبعا رحض لأن دوا بور تيان كي منو كيف أن نلبس بدل جدو أوكر في عندي بانتحانين بانتحانين للمبور تانس دو بار أهمية الرياضة جمع بلت يو اسمي تيو جي سوي تجور أنا دائما عندي من التلفزيون أقالس أمام التلفزيون نوي ليلا جور ونهارا يعني طول نهار قدام التلفزيون مي مرون والديا مي دون مي دمان داري تي لتلفزيون والديا يطلو مني أن أغلق التلفزيون بور اللي فير أنتور أبلو لكي أمارس دولة بالدراجة مي كوبان وصحابي مي برو بوز يقترح علي أن فوتبول نروح نلعب كرة مي بركوات الموند فوتيل ولكن لماذا كل الناس يريدوا فيردوس بور ممارسة الرياضة الإجابة فيردوس بور ممارسة الرياضة بوزيتيف لها تأثيرات إيجابية سيغل الكرب على جسد الإنسان الأنشطة الرياضية أيضا ديز أوكازيون هي فرصة دورين كونتري لجون لمقابلة الناس ان ديور بالخارج دولي خارج المدرسة وكمان دوت ربال وخارج العمل ودول الفامي وخارج الأسرة كاكسبور كل رياضة دي ريجل دي جو لا قواعد للعب لي ريشارش الابحاس منتر بتبين لنا كوني جون أن الشباب كي براتيك الذين يمارسون ريجل هرمو بانتظام إن أكتيفتي فيزيك نشاط بدني الريف ميو أسو كونسنتري يصنو جيدا أو إلى التركيز الاسئلة بارقم سبعة أو السؤال عندنا في القطعة سيدكم بار زي الوصيبة تحدث عن سبورت نتيك رياضة مائية دول امبورتانس دو سبورت اهمية رياضة هي دي الإجابة اتنين ليبرونت الوالد يكون سيئة يو بينصحوا تيوب ايه دمعها طبعا رقم بي في مورست رياضة شاكز بورت كل رياضة طبعا دي ريجل لها قواعد يجب اتباعوها رقم عشر ليزا ميندو تيو أصحاب تيو لوي بروبو سلو بير بيعتروها ليه طبعا إلى بكورة ممارسة نشاط بدني نو بيرم بيسمح لنا الأولى دو نو فان صند ري آخر جملة اللي هي يعني العنشطة الرياضية دي هي مناسبة لأي بقى طبعا فير كوني صنص دو نوفيل ترسول في التعرف على أشخاص جديدة مواقف الدرس رقم واحد أو الامتحال المدرب بينصح لاعب بيقوله إيه هيقوله بس فيتنو بلون أو يعني واصل كرة بسرعة لحارس المرمى بعد كده ودي من دي أبو ترامي أنت تسأل صديقك أو إلو أين يذهب بورج وي على بتانك شان يلعب الكرة الحديدية كس ك ال دي بيلعب فيين طبع الرقم دي بعد كده خمستاش رينا أقول صعبك بيسألك بوركوال لماذا نذهب إلى لكورد طبعا ملعب التنس كيفية نأخذ رقم س بور فير دو تنس المرمى لبعض صعبك بيسألك عن رأيك سيغ لتنس في التنس أقول إيه أقول لبور ما في رأيي الرقم سي سي تنس بور أميزان يعني إنها رياضة مسلية المرقم رقم سبعتاشر بودي من دي بوطرامي دو كوى أنت تسأل صديقك دو كوى بودي ماند بور كوى بودي تستيل كارتي صعبك بي يقول لك لماذا تقرأ الكارتي كسك بودي تقول إيه ترى أتقول طبعا رقم بي الكارتي ده سي تري بيولان رياضة عنيفة جدا سؤال قواعد أون أون دي بيتساول دمير إل إنا اللي أو جمناس بور دو بسكت أنا بسكت السؤال رقم اثنين لبالون الكرة ودي طبعا مبرا مذكر شير شنو أتسول لي ابحث عنها تحت السرير رأخد رقم دي يعني ألا تمارس مسابقات ده سؤال من في الإجابة عليه ياب سي ياب نو شوف الإجابة اللي بعدها أج ه جان يس مو بحوز دائما فلما في الإجابة بمعنى نعم يقوم اثنين وعشرين ايطن اوبينيون اوبينيون دي مبرد مؤنس ناخد كل أخيرة كاكوك عند كل يوم عطلة جين عطلة هنا لا كورس يبقى اخد ايه براتيك ومارس لكن جو بيأتي بعدها طبعا او الا وف بيأتي بيأتي بعدها اربعة وعشرين جين في او دي رقم بي ست اربعة 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 تبقى مبرد مؤنس سامب لان ادي تمشي مذكر ومؤنس تيو ايجون الاثنين دول ابور تيو ايجون تساو الدمير الابك اس سبط الملكية بتاعتهم لير لير اللي هي او اس فهي نصير بيأتي ناخد رقم سي سو كل يرد طبعا نقط اور اور دي ماد دخام وهي الدهب والمواد دي بابلا ان رقم تمانية وعشرين ميل نقط ان الدر بتاعت تيص اكوتين وات لم لم بدي مبرد مؤنس او دول او 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 رقم سي نجد روحتي على الاميل طبعا الاميلات كلها مشروحة في الكتاب وبنقراها صلي انا ازيل ابر اتر انفور عشان تبا في الياقة البدنية او دوا في اردو يجب ان نمارس رياضة كاليزبور كلاسيك تي ام اي رياضة الكلاسيك اللي انت بتحبها طبعا اقول كده او ام ممكن اقول جيم لفوتبول احب كرة القدم اي بور كوا ولي اقول بارسك اي بون يعني اي اجابة اجابية يعني فينا مدرب المدرسة تاكرة القدم يعني بيوجه مجموعة من النصائح للعيبة اكتب بعض هذه النصائح مستخدم التدريب والكلام ده موجود في كتاب برافو وكده انتهينا من فيديو النهاردة واتمنى انه يكون عجبكم وما تنسوش الاشتراك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته